موسيقى ودي بداية وطفرة في عهد النقابة العامة على يد الأستاذ سامي عاشور لتقارب شباب المحامين مع النقابة العامة ومع النقيب العام مباشرة وبتمنع الفجوة الموجودة بين الفريات والنقابة العامة وده يعتبر ملحمة لوحدة المحامين في التقارب ومعرفة شئون النقابية ومعرفة حوال النقابة من الأستاذ سامي عاشور مباشرة وده حوار يعتبر بناء مع الأب والإنسان الروحي المحمي الأستاذ سامي عاشور ودي خطوة بناءة وجيدة تحسب للسامة عشور نعمل مؤتمرات مع شباب المحامين في كافة محافظات مصر وطبعا محامين الأليوبية يعتبر إنجاز ديه من نتعامل مؤتمر محامين شوبرة جنوب الأليوبية ومؤتمر النهاردة منعاكت ببنها مؤتمر شمال محامين الأليوبية ده إنجاز يحسب لأرض الأليوبية ولمحامين الأليوبية خاصة قدوم النخيب للسامة عشور مرتين لنا خاصة ودي اعتبر بداية عهد جديد لتافرة نموية لتافرة لزهور كيادات نقابية وزهور كيادات شابة السيد النخيب سامة عشور نخيب المحامين ورئيس الاتحاد المحامين العرب بيعقص في فترة الأخيرة وعلى مدار الأربع سنوات مؤتمرات كتير مع شباب المحامين ومع كل المحامين وأنا شايفين المؤتمرات ديه بتحاول توصل وجهة نظر المحامين للسيد النخيب عشان يبقى عارف إيه مشاكل النقابة والمؤتمرات ديهت على أرض الواقع لها فعالية كبيرة جداً الناس كتير بتشترك فيها جداً وكل واحد بيقول مشكلته وأي حد له مشكلة بيحاول السيد النقيب إن هو يحاول يحلها فأنا شايفين المؤتمرات ديهت قويسة جداً ومفيدة لكل الشباب وكل المحامين وتم عقاد أكتر من مؤتمر قبل كده مؤتمر محامين في برسائيك كنا لسه في من أسبوعين وطرحنا كل المشاكل على النقيب وحل بعضها ووعد بحل البعض الآخر إن شاء الله وفيه مؤتمر شباب محامين القاهرة الكبرى تعمل وفيه بعد من نعرف إن فيه مؤتمرات تعمل في أسوان وفي الوصول وفي المينيا فكل ده تواصل جيد من الأرض الواقع لإن مشاكل المحامين مش تعرف غير بالاحتكاك المباشر مع كل المحامين بالنسبة للمؤتمرات والسيد النقيب يعقدها هي المؤتمرات دي مهمة جداً بتعرف كل الشباب على الحاجات اللي عملها السيد النقيب بالنسبة للمحامين بالنسبة للمعاش بالنسبة لدخل النقابة بالنسبة للميزانية فهي مؤتمرات مفيدة جدا للشباب وبتعرف ان كل الناس على دخل النقابة وميزانية رايحة فين وصرفت في ايه مطلوبات السيد النقابة مهمة جيب دا ولازم كل الشباب احنا بنضع كل الشباب لحضر المؤتمرات عشان ديبع عرفة نقابتها ودخل النقابة وكل حاجة عن النقابة اسؤال حضرتك مهم جدا لان دي من المحافل القانونية اللي احنا بننتظرها فيها افادة للمحامين وفيها صمرة للمحامين وفيه تواصل للمحامين وانا بشوف ان القضاء نفسهم بيشيدوا بهذه المؤتمرات لان المحامي دا جناح العدالة ورجل القضاء الواقف ودي همزة واصلة بنا وبن النقابة العام فاحنا بنستنى المحافل دي عشان نبدي اراءنا للسيد النقابة العام اللي اكيد هيسمع لينا وينفذ طلباتنا وخاصة شباب المحامين انا متواجد النهاردة من ضمن اللجنة التنظيمية للمؤتمر بتاع نقيب محامين مصر وسسامة عشور احنا بنشرف في انقابة شمال الاليوبية بتنظيم المؤتمر النهاردة لاستقبال السيد النقيب نقيب محامين مصر وسسامة عشور النهاردة علشان يطرح الانجازات بتاعته على الساحة زي ما عرض الكلام دا على الساحة على مستوى الجمهورية احنا النهاردة كمحامين الاليوبية نظمنا مؤتمر في جنوب الاليوبية لاستقباله ترحيبا بي في جنوب الاليوبية والنهاردة احنا بنشرف باستقباله في شمال الاليوبية كنقيب لينا علشان يطرح إنجازاته خلال الوقت اللي فات على مدار السنوات اللي فاتت دي كلها من أعمال سواء تنقية الجدول أو رفع المعاش أو إعادة الميزانية كما كانت على وضعها السابق وفي نفس الوقت بناء مبنى النقابة العامة الحالي وتجديد النادي النهر السيد النقيب سامع عشور في الفترة الأخيرة رجع هبت المحاميين تاني بتنقية الجدول اللي عملها ورفع سقف المعاش والسيد النقيب العام في التعديلات الجديدة للمحامي خلى المحامي يرجع زي الأول بالظبط وخلى مش أي حد يدخل النقابة ونظام الأكاديمية اللي هو عمله دوت سوف يطور من أداء أي محامي هيدخل النقابة بعد كده كلية الحقوق مش هيدخلها غير الطالب اللي عاوز فعلاً يشتغى المحامي اشتركوا في القناة